سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً إلي شرف اليوم أن أكون أحد المحاضرين طبعاً على منصة يقين وبالاشتراك مع الأخوة في جامعة الكرخ وجامعة البصرة طبعاً كل شعيدة اليوم أني وجودي معهم طبعاً شكر موصول لشخص اللي جمعنا الأستاذ الدكتور أفير تحية إليك لحضرتك دكتور وطبعاً بالاشتراك مع رابطة علوم ومواد ونان تكنولوجيا شكر لحضرتك دكتور والشكر أيضاً موصول لن ننسى دكتورة علا شكراً جزيلاً أيضاً أشكر جميع الحضور الموجودين اليوم إن شاء الله نكون مجموعين دائماً على الخير والبركة الموضوع تحضير نانوجل كمعقم للأسطح الخارجية وباستخدام الميسلز المريلات الخطوط العريضة مقدمة بسيطة إن شاء الله عن النانو تكنولوجي السيرفكتانت والميسلز ونأخذ نموذج عن براءة اختراء لأحد طلبتنا في جامعة إسامة الراء بالاشتراك طبعاً مع بعض الطلبة أو الأساتلة أكيد الجميع يعرف شنو المقصود بالنانو ودائماً إحنا نعرف أنه النانو نسمع كثيراً بالمحاضرات عن ما هي كلمة النانو النانو كلمة مشتقة من كلمة أغريقية وتعني قزم أو شيء متناهي في الصغار لكن إحنا دائماً حتى المرات المطلقة على الطفل الصغير نقول النونو فأيضاً هو يعني ذا نمثل أنه هذا شيء صغير جداً النانو هو جزء من مليار وبتعبير آخر أن المتر الواحد هو أو يحتوي على مليار جزء من النانو فمثلاً لو قلنا نانو ثانية اللي هي وحدة زمن تعني واحد على مليار من الثانية الواحدة يستخدم النانو متر كوحدة قياس تساوينا عشرة ناقص تسعة متر ونستخدمها طبعاً لقياس الأشياء الصغيرة جداً اللي ما نقدر إحنا نشوفها بالعين المجردة لو أن ما نشوفها تحت المجهر سواء البكترية أو الفيروسات طبعاً أحبنا هو أن البكترية إحنا اعتيادي أكيد الموجودين البيولوجيين أو الطلبة الموجودين أيضاً البكترية إحنا نشوفها نقدر بالمجهر الضوئي ممكن وعدة قوة تكبير أكثر مئات المرات لكن الفيروسات يعني ما نقدر أنه نحكم أن نشوفها بالمجهر الضوئي لذلك يعني العلم يتقدم ويتطور فنشوفها الفيروسات تحت المجهر بكتروني سواء الماسح أو النافق عندما أحضر أي مادة نانوية أو أي نانو بارتكول لازم أحتاج أن أشخص هذه المادة أشخص هذه المادة من خلال عدة أجهزة الأكس راي السيم الأي أف أم بالإضافة إلى الآي آر إضافة إلى أجهزة أخرى كثيرة أيضاً مجاهر كثيرة لا نطيل بهذا الموضوع لكن أحب أن نطلق إلى موضوع لأن الأساتذة الموجودين تطلق هذا الموضوع وانطوع حقها إن شاء الله بالإضافة إلى الكثير من المحاضرات لكن إحنا تطبيق النانو تكنولوجي التطبيق بشكل عام تطبيق النانو تكنولوجي أو تطبيقات النانو تكنولوجي كثيرة سواء في مجال البيئة أو مجال الطب في مجال الهندسة الآثار بجميع المجالات في مجال الطاقة وإلى آخر في هذه المحاضرة حبيت أنه نطرح موضوع بسيط جداً إن شاء الله يصل بفكرة بسيطة من خلال تقنية النانو مع ربطها مع بعض من خلال تحضير بعض المواد من خلال المكافحة أو محاربة التلوض أو التعقيم الأسطح لذلك جذبت تقنية النانو اهتمام كبير ومتزايد في هذا المجال خاصة في أزمة كورونا حاولنا أنه نتجه لهذا المجال بشكل كبير جداً لتعقيم الأسطح لتعقيم المنازل للمستشفيات إلى آخر يعني كانت هي ليسه مشكلة العراق الوحدة وإنما هي مشكلة العالم بشكل عام فنظراً لهذه التقنية الحديثة نظراً للخصائص الفريدة اللي تتعامل بها هذه التقنية كصغر دقائق المواد مساحتها السطحية العالية أيضاً مواقع النشاط أو الأكتب اللي تكون على السطح استقراريتها طبعاً تظهر بشكل عام الجسيمات النانوية قدرها إلى على محاربة البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات بشكل كبير جداً أفضل مما كانت المواد التقليدية بحجمها الطبيعي تمتلك الجسيمات النانوية خصائص فيزيائية كيميائية بصرية بيولوجية فريدة بسبب صغر حجمها هذه الخصائص جعلت أنه أي مادة نحاول نحضرها نحضرها من الحجم التقليدي إلى الحجم يعني أقصد التقليدي أقصد الطبيعي إلى الحجم النانوي رح تتحول إلى خصائص أفضل يعني إحدى مرت علينا ممكن نأخذ الكربون الكربون بالحجم الطبيعي هو يعني هش لكن من نحول إلى مادة نانوية أو بالحجم النانوي رح نحصل على مادة صلدة كلش جدا قوية لذلك إحنا نلجأ إلى خاصة بهذا العصر بنا إلى تقنيات النانو وخاصة لمحاربة الأحياء أو الكائنات المجهبية الدقيقة اللي تأذي الإنسان اللي تأذي التنقل للأمراض إلى آخر لذلك اتجأنا إلى تحضير بعض أو لجأنا إلى تحضير معقل المعقل للأسطح طبعا أقصد الأسطح الخارجية فدخلنا إلى موضوع مهم جدا اخذنا السرفاكتاند لتحضير هذا المعقل دخلنا إلى مادة أو ما نسميها بالمواد الفعالة سطحيا السرفاكتاند هذه المواد هي عبارة عن مواد عضوية ممكن أنه هذه المواد طبعا تكون فعالة سطحيا هاي المواد تتجمع أو تنتز أو تتجمع بشكل ذاتي على السطح وهي المواد اللي إلها القابلية على تكوين المذيلات نتيجة تكوينها جزيئات كبيرة عند تجمعها بالمحاني أكيد إحنا نسمع بالسترفاكتاند المواد الفعالة سطحيا إحنا أبسط مثال عندنا يعني حياتنا اليومية هو الصابون فلو جينا على جزيئة السفاكتاند أو السفاكتاند المين يتكون راح يتكون لنا من جزئين الجزء الأول ما نسميه باللاحظ أمامنا الجزء الأول يطلق عليه بالتيل وهو السلسلة هيدروكوربانية ذا اللحظ هذا الأقصد به التيل هذا اللي أقصد به آني تلاحظوا لياها لون الأخضر هو التيلفارت هو سلسلة هيدروكوربانية لها الفق قوية جدا اتجاه المذيبات العضوية ونسميه هذا الجزء باللايبو برد أما إذا كان المذيب في الماء فرح يكون يسمى بهذه الحالة الكارح للماء اللي هو نسمي هيدروفوبك أما الجزء اللي نطلق عليه بالهيت اللي هو هذا أقصد به اللون الأحمر هو هذا الجزء المجموعة الأيونية أو المجموعة القطبية الغير أيونية اللي أقصد بها اللي ألفة لها ألفة قوية اتجاه المذيبات القطبية ونسميها بلايبو أو لايوفيل أما إذا كان المذيب الماء فيسمى المحب للماء يعني المادة محبة للماء الهايدروفيل ونلاحظ هذا الشكل اللي أمامنا نلاحظ هاي هنا جمعت عندي التال وهنا الهيد هذه المحبة للماء وهذه هي الجزء السلسل الهايدروكربونية المحبة للمذيبات العضوية أنواع المواد الفعال أو منواع السلف أكتانت هي الغير آيونية الآيونية والكت آيونية والزويتر آيون اللاحظ نلاحظها سالبة والموجبة سالب والموجب بالإضافة إلى أن تكون متعادلة انتقلنا إحنا من خلال المواد الفعالة سطحيا المواد الفعالة سطحيا عندما نجمع مادة أو مادتين مواد فعالة سطحيا أو إضافة مادة أخرى كمختصر راح نكون ما يسمى بالماء السلسل اللي هي المذيلات والمذيلات هي عبارة عن تجمعات لجزيئات المواد الفعالة سطحيا هاي المواد تجمع ليس بآسرة خلل نقول بآسرة قوية أو آسرة تساهمية قوية وإنما عبارة عن أواصر فيزيائية بسيطة ممكن أو الأواصر الهايدروجينية تضم المذيلات في الوسط المائي حوالي 10 سلاسل هيدروكوربونية وهذه تتجه نحو داخل مكونة بيئة داخلية غير قطبية بينما تتجه الرؤوس دائما القطبية إلى الخارج باتجاه المذيب الموجود فيها فلذلك لاحظ هناك عدنا الميصص أو المذيلات أشكال كثيرة لاحظ الفايلير والسيلندر إلى آخر أو المذيلات التي نحن دعنا نترسها اليوم أو خذنا الميصص لاحظ أنه تشير الأدبيات إلى كثير من ظهور خواص أفضل في التطبيقات العملية من أستخدم عندما أمزج مادتين فعالة سطحيا تكون أفضل مما كانت المادة الفعالة سطحيا بوحدها السبب هذا راح ينطينا صفات مرغوب بها أو أفضل صفات أفضل سواء في الاستخدامات التطبيقية الصناعية أو الطبية وغيرها من التطبيقات الأخرى طبعا أقصد أنا هنا أن المديلات طبعا تكون كما ذكرنا ممكن تكون كروية الشكل ممكن بشكل سيلندر إلى آخره من الأشكال الأخرى أفضل التطبيقات هنا حسب ما لاحظنا هو بالمطهرات أخذنا نموذج من براءة اختراع لأحد طلابنا باسم فاظل بالإضافة بالاشتراك إلى مع فريق بحثي دكتور إيماني دياب الدكتور أنور أحمد والباحث محمود شاكر والباحث علاء منصور كان هذه براءة في ظل أدمة كورونا حضرنا من حلال هذه المواد من حلال السفاكتانت المذيلات ووجود النانو بارتكال اللي هسا راح نبدي نشرحها بشكل مختصر حضرنا المعقم للأسطح الخارجي فأول ما حضرنا ال اي جي نانو بارتكال بشكل عام احنا النانو فضة أو السلبر تكتسب هذه الجسيمات الفضية اهتمام كبير بسبب تطبيقاتها الواسعة تستخدم كتطهير للأسطح تستخدم كدراج ديليباري كتوصيل للأدوية ايضا استخدمها في طب الأسنان التئام التئام الجروح ايضا استخدمت في تطهير المياه لكون هذا تسمي أقل على صحة الإنسان ولكنها شديدة تسمي للكائنات الحية الدقيقة وهذا ما توصل إليه في الأدبيات مؤخرة اللاحظ أنه هنا النانو مارتكال أو السيلفر لها عدة حسب هذا الشكل لها مكافحة ضد الفيروس البكترية الفطريات وإلى آخره من الكائنات الأخرى جسيمات الفضاء تقتمد على شيء فقال ومهم جدا تكون فقالة جدا تجاه الأحياء المجهرية بسبب خلاص هذه الجسيمات الفيزيائية كانت الكيميائية ولاحظنا هذا الشكل اللي ذكرنا أنه تلعب دور مهم أيضا في كمضاد مثل ما ذكرنا للميكروبات أيضا في معالجة البيئة في مرشحات المياه في تنفية المياه قبل شوية أيضا ذكر الدكتورة أيضا تدخل في تنفية المياه النانو فضة الجسيمات النانو فضة أو النانو فارتيكول لها قدرة على قتل البكتورية الآلية اللي تقتل بيها البكتورية هو أنه تتراكم جسيمات الفضة النانوية في حفر غشاء الخلية وتعمل على تمزق أو تفقب هذا الغشاء تدخل هذه الجسيمات إلى داخل السايتو بلازن الخلية وما تؤدي إلى خروج هذه العضيات من الخلية ثم موتها طبعا أنا ما أقدر أشرح صراحة لهذا فقط أحاول أوضح الفكرة من السلبر وكيف أنه تقضي على البكتورية لأن هذا متخصصي كبايو لكن كفكرة بسيطة حتى نوضح الآلية اللي تقتل بها النانو بارتيكول الأحياء المجهرية لذلك أصبحت الهادور مهم جدا النانو سينفر في قتل الكائنات الحية المجهرية حتى غير البكتورية الفطريات الفيروسات أحياء مجهرية كثيرة ننضمن هذه الأسباب نلاحظ أنه النانو بارتيكول بحسب هذه الشكل أنه تلقص الأي جين بالطبقة الخارجية للفيروس أو البكتورية حيث تمنع تعلق الفيروس بمستقبلات الخنية أيضا جسيمات النانوية ترتبط بالRNA أو الDNA وتمنع من تكاثرة أو انتشار الفيروس أيضا جسيمات الفضة النانوية تستطيع أن تقضينا فقط ليس على الفيروس أو البكتورية وإنما الفطريات والطفليات الأخرى ناولنا أيضا الأوكسيدي التيتانيوم ولاحظنا أيضا الأوكسيدي التيتانيوم حضرنا طبعا نحن حضرنا هنا من مواد صديقة للبيئة أو من كيمياء الخضراء أيضا للجسيمات التيتانيوم ثناء أوكسيدي التيتانيوم أيضا لها خاصية مهمة جدا مستخدمة في كثير من الاستخدامات والمجالات الوجود أول طبعا لخضر التكلفة أيضا بسبب النشاط الحيوي لها الجسيمات أو جزيئات الثناء أوكسيدي التيتانيوم النانوية لها تطبيقات كثيرة كثنقية المياه أيضا الهواء كمادة معاقمة للأسطر أيضا تستخدم كصبغة في الدهانات في الأحبار في أقلام التلوين إلى آخرين آخر ما توصله بحث كان في سكوباس لفريق بحثي كان جدا رائع هذا البحث كان يحضر الأكسيد التيتانيوم والمزيج من النانو في خاصة في أزمة كورونا في تحقييم الأسطح الخارجية والله أيضا هنا الجميل جدا في أكسيدي التيتانيوم أنه إلى خاصية التحفيز الضوئي من أهم الخواص التي تعمل بها هذه الجسيمات هي تطهير الأسطح الخارجية وقتل طبعا بامتصاص الضوء لقتل الجسيمات أو الأحياء المجهرية الأخر حتى لا نطيل عليكم بالموضوع أيضا من ضمن المواد التي حضرت لتجهيز أو لتحضير هذا المعقل النانو اللي مقتمد على اللي هي الفحم المنشط أو النانو كاربون بشكل عام نحن نعرف النانو كاربون أو الفحم المنشط هو مادة كاربونية عديمة الطعام وتكون لونها أسود لكن الشيئين المميزات المهمة جدا في هذه المادة المساحة السطحية والخواص المسامية فتعد المواد النانوية القائمة على الكاربون سواء الياف الكاربون النانوية سواء الفحم المنشط النانوية الإلغرافين وغيرها حتى أنا بيب الكاربون النانوية مواد جدا ممتازة لأنها تمتلك ميكانيكية عالية مرونة توصيل حراري نشاط ضوئي مثل ما ذكرنا مساحة سطحية مهمة دخلت في الكثير من التطبيقات حيث اللحظ هذا الشكل اللي أمامه التطبيقات اللي دخلت بيها المواد النانوية اللي قائمة على الكاربون سواء فيه سواء فيه علاج الكانسر سواء في تنقية المياه إلى آخره من التطبيقات الأخرى أيضا اللي تعمل عليها هذه الآلية اللي النانو كاربون أو ما نسميه الأكتف كاربون ذكرنا أنه تمتاز بمساحة سطحية جدا كبيرة اللاحظ ماذا يحصل باللاحظة الآليات التحفيز الضوئي للوسورة الثانية لبعض المواد النانومية القائمة على الكاربون مثلا الالغرافين اللاحظ أنه تكون لها نشاط عالي جدا ضد الكائنات الحية الصغيرة جدا اللي هي بحيث تمكون مواد كيميائية تحتوي على جذور الأكسجين اللي هي عبارة عن منتجات ثانوية لعملية الاستقلاب الغذائي الطبيعي هذه الهدور كبير جدا في مكافعة أوقات الأحياء المجارية الدقيقة بكرنا لقطة مهمة أنه المواد النانومية القائمة على الكاربون تمتلك مسام تراوح ما بين تقريبا 2 إلى 50 نانومات لها القدرة على الارتباط بالعديد من المواد الكيميائية لكن ليس منطريق نحن من نقول أنه من ناحية الكيميائية البحث التأاثر وإنما عن طريق الانتزاز يعني خاصية فيزيائية بسيطة يعني بأواصر مثل ما ذكرنا أو أواصر هيدروجينية تظهر نشاط عالي بحيث تقتل الكائنات الحية بسبب الخاصية المسامية بالإضافة الخاصية الامتزازية الامتزاز كيف حضرنا هذا المعقم ما هي مراحل تحضير المعقم حتى من طول عليكم إحنا أبسط مادة سألاحظ إن شاء الله أخذناها أيضا مادة بسيطة جدا تستخدم في المجال الطبي مجال الصناعي لكن المراحل الأولى لتحضير هذا المعقم أخذنا عدة مراحل المرحلة الأولى هو مزج ثنائي من المواد الفعالة سطحيا مثلا المادتين زجناهم الغاية من مزج المواد الفعالة سطحيا حسن الخطوة الأولى اللاحظ عندما أمزج المادة الفعالة سطحيا لو كانت وحدها مثل ما ذكرنا ما تنطيني نتائج أفضل مما لو كانت مزج فمزج المادة الفعالة سطحيا اللي هي الغاية اللي هي الأيونية اللي هي صوديون دودا سيل سيل بايت بالإضافة إلى ال CPC درسنا اللزوج لهم درجة حرارة معينة أربع درجات حرارية وجدنا أعلى قيمة للنسبة في ما يقارب اللي أقصد أعلى قيمة باللزوجة الفيسكوسيتي اللي هي كانت 8 إلى 2 أخذنا هذه القيمة وتلاحظون حسب هذه عملية المزج لاحظنا أنه أي ثري هو أعلى نسبة اللي كانت بها اللزوجة عالية طبعا أكيد الشخص يفكر أنه شم يعني اللزوجة عالية أقصد لو كانت اللزوجة عالية بمعنى أنه تكونت عندي الميسلز يعني أبسط إشارة أنه تكوين المذيلات هو زيادة باللزوجة فكلما تزداد اللزوجة كلما تتكون المذيلات أو الميسلز أكثر فأخذنا أي ثري إحنا المواد الفعالة سطحيا مثل ما ذكرنا إحنا أصلا بحياتنا اليومية مثل الصوابين يعني منظفات لكن دخلنا هنا المواد الفعالة سطحيا بهذا الموضوع إحنا نريد نحافظ على المعقم أنه يبقى المادة الفعالة التي سنضيفها منتشرة داخل المحلول بحيث مننضيفها على الأسطح تكون متجانسة وليس متكتلة داخل العلبة للمعقم نلاحظ هنا أعلى لزوجة مثل ما ذكرنا نسبة 2 إلى 8 كانت اللزوجة أقريبا 5 اللزوجة هنا كل ما تزداد درجة الحرارة اللزوجة تقل كل ما تنخفض اللزوجة أو كل ما تنخفض درجة الحرارة اللزوجة تزداد هذا طبعا شي ساعدنا إلى أنه إحنا أكثر الأمراض المنتشرات حلنقول الفيروسات إلى آخر هي في الشتاء درجات الحرارة منخفضة فساعدتنا هذه من هذا المنطلق أنه إحنا نخلي المعقم ذات اللزوج بحيث يلتسق على الأسطح فترة أطول فترة ممكنة لكن مع هذا لن نتوقف لهذه المرحلة انتقلنا إلى المرحلة الثانية هو إضافة كحول أكيد هسا شخص ما يدور بالا وإحنا أصلا الكحول هو يقتل الفيروسات أو يقتل البكتيريا وإحنا نكافح في ونعقب في طبعا لكن بنسبة تقريبا 70 أو أكثر بالمئة إحنا اللي خدنا نسبة ضئيلة جدا من الكحول بتراكيز معينة أعلى تركيز هو كان 1 مولاري أيضا مزج ناظفنا على المواد الفعالة سطحيا بالمرحلة الأولى بدرسنا بدرجات حرارية مختلفة ووجدنا أنه أفضل كان تركيز هو أو أفضل لزوجه كان عنده تركيز 1 مولاري أما المرحلة الثالثة هي إضافة المواد النانوية على مزيج المواد الفعالة السطحيا والكحول اللي ضفنا 1 مولاري أيضا نفس الطريقة حضرنا بعد تحضير دقائق الفضة النانوية أوكسيدي تيتانيوم النانوي المرحلة المهمة جدا في هذا الموضوع إحنا حملنا دقائق الفضة النانوية وثناء أوكسيدي تيتانيوم على سطح فحم المنشط النانوي المحضم اللي حضرنا سابقا واللي حضرنا من مادة مهمة أو مادة موجودة في الطبيعة خلي قبل ما ندخل هذا الموضوع المادة هي إذا سامعين بالقلم طاز أو ما نسميه بالكينة بالعامية إحنا نقول القلم طاز بعد ما شخصنا وضفنا المواد النانوية اللي حملناها على سطح النانو كاربون اللي حضرنا من الأوراق الكالابتوز أو أوراق القلم طاز طبعا هذه الأوراق جدا مهمة تستخدم يعني من زمان أو قديما كعلاج عشبي أيضا استخدمت كمطهرات للجروح للالتهابات أيضا خافضة للحرارة طبعا المصادر أيضا نذكرة إن شاء الله نهاية المحاضرة اللي يتعزز هذا العمل مهالتنا أيضا في الوقت الحالي أوراق الكينة أو مستخلص أوراق الكالابتوز يظهر نشاق عالي جدا بسبب يعني كثير من المواد اللي تحتويها في المجالات سواء استخدم في المجالات الطربية مستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية أيضا لاحظنا إنه هاي الأوراق تمتلك نشاط مثل ما ذكرنا ملحوظ جدا قد الكائنات الحية واستخدمت خاصة الخضراء الفريش استخدمناها وحملنا عليها المواد النانوية الأخرى شخصنا المزيج المواد النانوية اللاحب بالـ وإلى الفم والـ وإلى آخر من التقنيات اللي أماننا أيضا تقنية الـ FTIR ومجهر صورة لـ LC بعد ما ضفنا هاي اللاحظ المواد النانوية المحملة على النانو كاربون وضفناها للمزيج اللاحظ إنه كانت أعلى لزوجة هي كانت الـ 1-10 السالب 3 لتركيز المواد النانوية وكانت أيضا أعلى لزوجة المرحلة الرابعة اللي ذكرناها اللي هي مثل ما لاحظنا اللي هو مستخلص القلم أو الكالب المزيج المواد النانوية واللاحظ هنا آلية قتل البكترية بواسطة الزيوت الأساسية بالكالب الكالب إحنا هنا استخدمنا أوراق الكالب الكالب بمرحلتين المرحلة الأولى حضرنا منها النالو كاربون والمرحلة الثانية حضرنا منها محلول أو مستخلص الكالب اللي كافحنا أو سوينا بالمعقم بمعنى إنه إحنا إخذنا واحد مولاري من الكفول لكن إخذنا الكمية الأفضر هو من مستخلص الكيمو بالإضافة إلى المواد النانوية المحملة على نانو كاربون لاحظ هذا شكل المستخلص قبل وبعد التحضير هذا شكل العينات وهذا شكل العين النهائية للمعقم المحظ أكيد لاحظها استهنانة لاحظون المعقم النهائي الآخر واحد اللي هو الحرف ج كل مرحلة ضفناها أو كل مرحلة كل مادة انضافت على أساس علمي بحت يعني ضفنا المادة النانو فضة ضفناها لأنها مادة معقمة وقد تقتل البكتيريا الأوكسيد تيتانيوم أيضا انضاف إلى قابلية أو خاصية التحفيز الضوئي أما الفحم المنشط أو النانو كربون ضفناها هنا لشيء مهم جدا هو لتحميل المواد النانوية ومن أجل بقاءها على الأسطح طبعا إحنا لو نضيف المعقم يعني ضفناها على الأسطح بشكل بدون يعني فقط المواد النانوية بدون أي مضافات أخرى يعني أقصد بدون النانو كربون ممكن تطاير أو ممكن ما تبقى فترة طويلة على الأسطح إحنا هنا بوجود النانو كربون حاولنا إنه نلزم النانو كارتكال أكبر وقت ممكن على الأسطح حتى يقتل البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثين هذا هنا هذه الصورة أو السلايد الواضح أمامكم نلاحظ مرحلة الأولى من اللي ضفنا المزيج المواد الفعالة سطحيا المرحلة الثانية ضافت الكحول الثالثة الأخيرة اللاحظ إنه الميسلز منذ كانت كروية تحولت إلى في كل مرحلة إلى خيطية وهذا شيء جدا ساعدنا إنه تبقى هذه المواد حاملة للمواد النانوية بوجود المستخلص هنا على الأسطح لفترة طويلة جدا المرحلة الأخرى بحسب تخصصي درسنا الدوال الترموديناميكية لهذا المعقم التلقائية هات المادة تكون بعثة للحرارة مأصة للحرارة هالهو تلقائية على الأسطح أو غير تلقائية بالإضافة إلى طاقة التنشيق ولاحظنا إنه المادة تكون طبعا تلقائية وتكون بعثة للحرارة بالإضافة إلى الأشوائية هنا قلد لأن ما نسينا شيء مهم جدا بما إنه إحنا نتعامل مع الأسطح حاولنا أو من ضمن الدراسات هو درسنا التوصيل الكهربائي لهذا المعقم هل نوصل الكهرباء أم لا التوصيل مالتك كانت بدرجات حرارية أيضا درسناها مختلفة كانت توصيل لهذه المعقم قليلة جدا يعني ماكو أي توصيل لهذا المعقم هذا شيء جدا إيجابي طبعا درسنا فعالية البيولوجية سواء على البكتوريا أو الفطريات وكانت النتيجة جدا رائحة من ضمن الدراسات اللي درسنا هذا الموضوع أيضا درسنا زمن البقاء هذا المزيج على الأسطح من فترة تقريبا ما يقارب 72 ساعة ولاحظنا أنه بقاء على الأسطح يعني حسب بالإمكانيات الموجودة عندنا المدة 70 ساعة تبعنا أنه لا يوجد هناك أي نمول هذه الأحياء أو الكائنات الحية المجهرية على بوجود هذه العينة اللي خضرت من المؤقم هذا هنا لاحظ بعد المرور 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة طبعا التطبيقات كانت في المجال الطبي لهذا الموضوع في المجال الصيدلاني في المجال الصناعي أيضا مغالجة التلوث سواء أيضا مقدمة في المجال البحثي والتطبيقي إن شاء الله مستقبلا للي يريد يرغب أن يكمل لأن لهنا احنا هذا كتخصص وقفنا بهذا العمل المصادر أنا أشكركم جدا أشكر باستماعكم أكون إن شاء الله وصلت الفكرة بشي بسيط جدا شكرا دكتور عثير شكرا للحضور أحسنت دكتور جزاك الله خير وموضوع جدا مؤمن الله يطيك العاكم أنا أشكرك جدا بس حوالت ما أطول لان الوقت وحبيت أوصل الفكرة بأفسط صورة وإن شاء الله وصلت اللي هي أصلا يمكن إنها تكون حساسات جوى الجسم بتؤدي المهام بتاعتها وبعد كده يمكن إنها تتحلل بيولوجيا لكن إن إحنا كنا نستخدم إن إحنا زينك أوكسايد أو أي متل أوكسايد نانو بارتكال في مجرد إن إحنا بعد كده ما بتنتهي المهمة بتاعتها ما بتتحلل وكتتخزن جوى الجسم فهو طبعا توسع كتير جدا جدا في استخدام الزينك أوكسايد وحضر منه نانو رود وكان طبعا زي ما هو أشار لها نتائج عالية جدا جدا وممتازة ولكن طبعا كان برضو في برضو فكرة كان الدكتور مصطفى السيد عملها اللي هو عملية معالجة نانو الكنسر بالنانو جولد ولكن طبعا البحث توقف بعد فترة لإن فعنا اللحظة إن معظم المثل بتتراكم جوى الجسم وخاصة في الأجزاء الرخوة وبتؤدي بعد كده إلى مضاعفات أخرى فهو كان السؤال هل يمكن إن احنا نحضر مثلا المواد الكربونية أو البوليمر اللي هي بدل الزينك أكسايد أو بدل الميتال أكسايد كحساسات نانونية داخل الجسم ده السؤال للدكتورة عليه السؤال للدكتورة اللقاء هو طبعا بالنسبة للي هو المواد الأسطح التعقيم الأسطح بيستخدمه دلوقتي بيعملوا دوبينج مور زين متال اللي هي أسعارة اللي باعد برضو النانو بوليمر اللي موجودة هي طبعا أشارة الجرافين أو الجرافين إنه بيحتضن سواء إذا كانت تيتانيا أو السيلفر اللي هو الموضوع اللي هو باستخدام اللي هو المركبات باستخدام الضوء وباستخدام العملية التوزيع العشوائي للإلكترونات فبالتالي بالأسطح بتكون مشبعة بالإلكترونات السطحية لأنها تقدر تقضي على هذه الكائنات الحية الدقيقة وعن طريق اختزال السيتوبلال فهل يعني أنا هي طبعا ذكرت التيتانيا ديوكسايد وذكرت السيلفر لكن طبعا فيه حاجات كتيرة جدا جدا بيكون السيرفس بلاسمون ريزونانس بتاعتها أعلى من التيتانيا وأعلى من السيلفر زي مثلا اللي هو مثلا بعض المواد زي الكبر أو بعض المواد اللي هي اللي بتبقى مثلا الكبر أو الجولد أو بعض المواد التانية أو بعض المواد اللي هي النانونية الميتلز اللي هي المعادن السمينة ولكن طبعا دي حنقول النامش يعني اقتصاديا غالية شوية يعني بس هو يعني فهل ممكن أن احنا ممكن ندمج أكتر من معدن بحيث أنه يزيد الكسافة الإلكترونية على الأسطر ويحقق لي مثلا تناغم أكبر مع السيرفز بلزمان الرزمان شكرا جزيلا وآسف على الإطارة شكرا دكتور دكتور لقاء تبدين السؤال نعم عيني دكتور أنا أشكرك دكتور جدا على السؤال السؤال جدا قيم بارك الله بك وبرك الله بك على حضورك اليوم على منصة يقين دكتور أهذير ودكتور علا والوجود الحاضرين جميعا رب يحفظكم إن شاء الله الكلام دكتور السحالي البحوث الموجودة فعلا هي على بوليومارات على مركبات هجينة لكن إحنا دائما الميل دائما الميل حسب المتناول الأيديا واللي نقدر نحصل عليه دائما كلفة اقتصادية يعني تكون رخيصة الثمن وتكون متواجدة يعني أبسط شي يعني بالعراق فأكو حاليا مركبات هجينة يعني أو بوليومارات تدخل في تحضير معقدمات السحاليين بالجديد صح لكن حسب المتناول الموجود دائما الميل النانو سيلبر أو التيتانيون مثل ما ذكر الدكتور الخاصيتين يعني بصراحة يعني إحنا إجدادنا القدامة يعني إحنا نعرف إنه كانوا قبل ما كتاقين مياه كانوا يعني ممكن ملعقة فضة أو ما عرف صح دكتور أثير بالمي يذبون أو يخلون بالمي حتى أنه تعقم أو تقتل البكتريا أو الفطريات إلى آخر فإحنا سبحان الله يعني ما جينا اعتباطا يعني كل إلى أساس من أجدادنا فالعلم أيضا ضاف لنا هذا أنه نكمل نكمل بها بالإضافة إلى وجود التيتانيوم ممكن إن شاء الله مستقبلا نلجأ مثل ما أيضا يعني شفت على البوليمرات فممكن دكتور شكرا جزيلا شكرا دكتور دكتور علي سلام عليكم عليكم سلام عليكم أحنا سعداء جدا بوجود دكتور السيد معاني اليوم أحنا أسعد والله دكتور علي ربنا أحفظك الله أكيد أحنا سعداء وشكرا جزيلا على السؤال بالحقيقة دكتور يعني عملي هو متحسس بمعنى دايغنوزيز اللي بكرت جنابك بخصوص الكنسر يدخل من الترابي حقيقة يعني ما مشتغل بمجال هذا بالاتجاه الشيء الآخر أكثر عملنا كان في مجال المتالوكسايد يعني إذا لحظت جنابك وأكثر شيء أكثر مكتيريا اللي استخدمت هي الزينكروكسايد ومثل ما بذكرت للمحاضرة وأكيد يعني تعرفون حضراتكم أن الزينكروكسايد إلى مجال واسع للتفكيخات وهو سيد وهو آمن بالتعامل لا يوجد تأثيرات أنه تكون سلبية أو سيئة الحقيقة في مجال المتحسسات وخصوصا في مجال الفيزو مثل ما بكرة أنه ما نحتاج نحتاج الكريستل أو مادة كريستلائية تكون إيسوترابي حتى تمقيني أو تحقق الفيزو إليكتريت بروبور أنها ممكن يعني بعد ما تؤدي المهمة بتاعتها عملية الحساسات الإلكترونية أنها ممكن تتحلل بيولوجيا وفيه كمان طبعا مواد جديدة اللي هي مستخلصة من السيلولوز والمواد ديات ممكن برضو اللي هو النانوفايبر بتاعتها ممكن هل تقوم مكان ونستبدلها مكان الزنك صحيب حقيقة ما يعني أنا ما اشتغلت بهالاتجاه هذا يعني من الممكن أوكي من الممكن نرجع نسوي دراسة عليها وهذا هذه دعوة إلى أنه مشروع عمل بروژيك إذا تحب حضرتك يعني نكون بالتعاون مع جنابكم أنه ندخل على الرحب والساعة دكتور على الرحب والساعة طبعا يشرفنا دائم شرفنا أكثر دكتور أنا حاضر إن شاء الله لكن مثل ما بكرت لجنابكم أنه أكثر العمل اللي اشتغلت به هو بزينك وكان أيضا ال SNO2 اللي هو تين داوك أيضا كان حيز من مجاح عملنا وكان بسيط كان باكاديميا ووكسايد البوليمر استخدمنا غير نوع من أنواع البوليمر كان في مجال الهيدرون التكشن لكن المتغلق كان هو شكرا شكرا جزينا شكرا